بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزد على عبده الكتاب ولم يجعل له عبجا طيما لينذع بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذع الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخذج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك بخع النفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبدلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جلزا أم حسبت أن أصحاب الكهف في المقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في التهفزين عددا ثم بعثناهم لنعلم لي الحسبين أحصار ما نبذوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وززناهم هدى وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من لدونه إلها لقد قلنا إذا شقطا هؤلاء قلون اتخذوا من لدونه آلها لولا يأتون عليهم من سلطان من بيبه فمن أظلم ممن اترى على الله كتبا وإذ اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأخذوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمرهم مرفقا وترشمت إذا قد عدت زاور عن كهفه ذات اليميل وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو الموتد ومن يذل فلن تجد لهم وديا مرشدا وتحسبهم أيضا وهم ربود ونقلبهم ذات اليميل وذات الشمال فكتبهم باسس فراعيهم المشيد لن طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم رئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال غائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بولقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم من الزم وليطلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يدهر عليكم يرجموكم أو يعيدوهم في ملتهم في ملتهم ولن تصفحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتناجعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غدقوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع كتبهم ويقولون خمسة سادسهم كتبهم رجما بالغيب ويقولون سبعدهم وثامنهم كتبهم بالربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمارفهم إلا براءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ودا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربيني أقرب من هذا وشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثة مئة سنين وزداد تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبسر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حقه أحدا واثل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أوفرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هباه وكان أمرهم فرطا وقل الحق من ربهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعقدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يواتوا بما إن كالهم يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا ندعوا أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسامر من مذهب ويربثون سيابا خضرا من سندس وإستبرق واضربوا المتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم أثنى الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما سضعا كنت الجنتين آتت أطلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أذن أن تبي لهذه أبدا وما أذن الساعة قائمة وليذ ردت إلى ربي لأجددن خير منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوله أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن له الله ربي ولا أشرق بربي أحدا ولولا إن دخلت جنة فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن طرد أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويوزن عليها ويوزن عليها خسبانا من السماء فتسبح سعيدا زبقا أو يسبح ماءها غورا فلن تستطيع لدو الطلبا وأحيط بصمده فأسبح يقلب كفيه على ما أنفق على ما أنفق فيها وهي خابية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينسرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحفظ هو خير ثبابا وخير عقبا وذلع لهم مثلا حياة الدنيا كما إن أنززناه من السماء فاختلت به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال عبن مزينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عين لربك ثوابا وخير أملا ويوما سسير الجبال وتطر أرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر لهم أحدا وعرضوا على ربك سسرا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرتهم ولا كبيرة إلا أخصاها ووجدوا ما عملوا حاذرا ولا يذلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة تجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجنين ففسد عن أمر ربه أفتتخذونه وتضيته أولياء من الدول وهم لكم عدد بئسن الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المذرين عددا ويوم يقولوا نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فذلوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عدها مصرفا ولقد صصفنا في هذا القرآن للناس من الكذلمة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى ويستغفر ربهم ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سسنة الأولين أو يأتيهم العذاب كبلا وما نوصل المرسلين إلا ممشهين ومنذرين ويجادر الذين كففوا بالباطل يذحذوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا زوا ومن أغلب ممن ذكر بآياتك به فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكهننا أن يفقهوا وفي آدانهم مطر وإن يتدعوهم إلى المدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذوهم مما كسسوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتنك تقرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكه موعدا وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبدو مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلوا مجمع بينهما نسي أحوظهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غذاءنا لقد نقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأينا إن أوينا إلى الشخرة فإني نسيت الحرود وما أنسى لي إلى الشيطان أن ألقى فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرفضا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عيدنا وعلمناه من لدنا علما قال له سهل أتبعك على أن تعلمني بما علمت مشدا قال إنك لن تستقرع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحح به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعسي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا وكباك السفينة في خرقها قال أخرقتها لتغلق أهلها لقد جئت شيئا جمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمني عشرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفسه لقد جئت شيئا نكرا قال قال ألم نقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إلا سألتك عن شيء معدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن عدرا فانطلقا حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدا وإن يريد أن ينقذ فعقاما قال لم شفت لم تخذت عليه أجرا قال هذا فراط بيني وبيني سألنفعك بكأمين ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملي يأخذ كل سفينة رصبا وأما الغلاه فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيالا وكفرا فأردنا أن يبدلهما عبهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشفتهما ويستخرج كنسهما رحمتك من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تكبيل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأألو عليكم منه ذكرا إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلو مغرب الشمس وجدها تقرو في عين حملة ووجد عم لها قوما قل لا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ ديم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا نسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلو مغرب الشمس وجدها تطعو على قوم لم نجعل لهم من دونها سصرا كذلك وقد أحفنا بما لديه خضرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلو بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يحجود ومحجود مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سزدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني صبرا حذير حتى إذا ساوى بين الصدقين قالوا انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أخرر عليه فكرا فما استطاعوا أن يدعوه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله ذكا وكان بعد ربي حقا وترثنا بعده يومئذ يمود في بعديهم ونفخ بالصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أوليا إِنَّا أعطَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ لَنْزُلَا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُهُمْ بِالْأَخْسَدِينَ أَعْمَادًا الذين ظل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمادهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي رسوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَعْمِلُوا الصَّحَدِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ سُزْلًا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا قل لو كان الرحر بدانا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي كلمات ربي ولو جدنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي لأنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو نقاء ربه فليعمل عملا صادحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر